السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شركة الغاليات شاء الله تكونوا بألف خير وعافية اليوم جبدأ لكم كيفية تفصيل هذه الفيست رائعة بقماش سكاي لا تقدروا كاشمير ولا تقدروا أي قماش وحد أخر يكون واقف المهم هذه المقاسات اللي رندي لهم اليوم في هذه الفيست لدينا مقاس 4 سنوات 5 سنوات المهم لدينا دائرة 64 سنتيمتر زدناها 4 سنتيمتر 68 تقسيم 4 تقسيم 17 سنتيمتر عندنا دائرة الخسر 62 سنتيمتر زائد 4 تقسيم 4 تقسيم 4 تقسيم 16.5 عندنا طول قامة 28 سنتيمتر كاتف عندنا 8 سنتيمتر عرض الرقابة 5.5 طول الفيست 40 سنتيم يعني كل واحدة وش تحب تطولها ولا تقصرها كما تحبي المهم نبدأ هنا نطبق هذه المقاسات اللي درناهم في هذا الباترول نبدأ ونديرو خط طول 40 سنتيم اللي هو طول الفيست خط مستقيم ديروها أولا على الورق من بعد نفصلوها على السكاي أو القومش درنا العرض 17 سنتيم هنا نبدأ نخدمو في الخلف نكملو نخدمو الخلف ونزيدو الأمم نلاقو بنا نقطتين نحصلنا على هذا المستطيل اللي هو 17 سنتيم على 40 سنتيم اللي هو طول الفيست بعد ما درنا هذا المستطيل اللي هو طول 40 سنتيم على 17 سنتيم نديرو عرض الرقابة اللي هو خمسة فاسل خمسة ولا نهبطو أول خط نديرو آآ على الكاتف نهبطو ثلاثة سنتيم نش نديرو خط الكاتف هنا ثلاثة سنتيم نديرو خمسة فاسل خمسة اللي هي عرض الرقابة عرض الرقابة اللي هو يعني دوران الرقابة تقسيم خمسة دوران الرقابة يعني ديرو المترة على الرقابة يعني بتزيروها الشمليح تخلوها شوية مرخية وتقسمو هذه الحسبة تقسموها على خمسة تعطيكم النتيجة بتاع أي طفل هنا هبطنا آآ باثنين سنتيمتر ودرنا هذك الدوران بتاع الرقابة بتاع عمق الرقابة ثلاثة سنتيمتر من الخلف نهبطو آآ من هذك الخط تاع ثلاثة سنتيمتر نهبطو بخمسة سنتيمتر باش نديرو خط التركيز هذا هو نديرو خط المائل تاع الكاتف إن شاء الله كنبسطتلكم بسطتلكم في هذا الباترون هنا نديرو هذا الدوران من وسط تاح هذه المسافة اللي درنات 15 سنتيمتر نقسموها بين اثنين ونديرو هذا الدوران حتى نوصلو يعني الخط هذك اللي درناتها خط التركيز وخط الصدر ندخلو بواحد سنتيمتر من جهة يعني الأسفل تاع هذه العباست ندخلو بواحد سنتيمتر لخط مائل من جهة الصدر حتى الأسفل تاع هذه العباست كملنا هنا كونو كملنا الخلف يعني السهل وبسيط نمرو الآن إلى الأمام نخلو مسافة 10 سنتيمتر بين البطرون الخلفي والأمامي مسافة لنخدمو جهة الكول هكذا ونعبرو نديرو ثان خط اللي هو تقوم بعدو 10 سنتيم ونديرو الخط 40 سنتيمتر اللي هو طول هذه الفاست هكذا نرسموه ندخلو بـ 17 سنتيمتر كيف ندرنا في الخلف نفس المسافة من جهة الخلف والأمامي نزيدو 17 من الأسفل ونلقو بين يعني النقطتين نهبطو نهبطو بـ 3 سنتيمتر ونديرو خط الكاتيف ندخلنا بـ 5.5 ندرنا هذه كل نقطة تاع عرض الرقابة نديرو 200 سنتيمتر تاع الكاتيف عرض الكاتيف نهبطو 15 سنتيمتر ونديرو كما درنا يعني في الخلف نفس المقاسات اللي درنا في الخلف نديروهم في الأمام نزيدو يعني بعض التفاصيل ونهبطو بهذا الخط يعني المستقيم نهبطو بخط الكاتف هذا الخط مستقيم مائل نقسمو هذه المسافة على هذه 15 سنتيم على 3 قطع متساوية ندخلو بـ 1 سنتيمتر نديرو هذه تحرد الأبض تقوير تاع الأبض أولكم نهبطو بـ 7 سنتيمتر ونديرو هذه تعمق الرقابة من الأمام ونديرو هذا الدواران هذا الشكل من بعد نخرجو بـ 7 سنتيمتر يعني هبطنا 7 سنتيمتر نخرجو بـ 7 سنتيمتر نديرو نقطع نديرو خط نروح للأسفل نخرجو بـ 5 سنتيمتر نديرو خط هكذا من بعد نلاقي بين النقطتين هذه تاع 5 و 7 سنتيمتر بهذا الشكل يعني سهل وبسيط كي ينختلاف في هذه المسافة وفي الأبض بين الخلف والأمان نديرو ندخل بـ 1 سنتيمتر من جهة يعني الطول تعال العباست ونهبطو بخط مستقيم المصدر حتى طول العباست هذا هو الشكل تاعنا الأمام والخلف يعني سهل وباصل في بعض التفاصيل هنا هنا قصينا الباترون كما راكم تشوفوا قطعنا الخلف قطعنا الأمام نجول هنا هذه النقطة التي قسمنا المسافة 15 سنتيمتر 2 ندير الخط ونفصل على الباترون هذا نقص قطعة هذه تفصل وحدها و الجهة أسفل تفصل وحدها هكذا ونقص هذه القطعة ونجو للأمام نحد هذا يعني ونقص ها القطعة هذه نفرقوها يعني فرقنا هذا الخلف باش يتوصل لنا القطعة الفقانية وحدها يعني وتاع الأسفل وحدها نجو هنا ندخل ب7 سنتيمتر ندخل ب5 سنتيمتر من الأسفل كما نستفل نخرج بها نعود ندخل بها وندخل خط اللاقبين هذي اللاقبين ب5 سنتيمتر والفوق خرجنا 7 سنتيمتر واللاقبين هذي حتى للفوق هكذا بخط مائل يعني هذه القطعة اللي حن نفرقوها هذي الجهة نفصل منها يعني 2 وهذي نفصل منها 4 هذه قطعة الكول نفصل منها 4 2 الواجهة يعني الوجه تعال وثنين يعني التبطين تعال الداخل ونقص هذي هكذا كما راكم تشوفوا هنا وين ركبوا السحاب هذي القطعة هنا وين ركبوا السحاب نقص هذي كيف نفصل ها في القماش ركبوا السحاب هنا يعني باش نزيدو هذي المسافة يعني 1 سنتيم تحق الخياطة مجين اش ذايقة لتحب تزيد يعني بنتها وتزيد يعني تعرض على هذه المسافة نزيد شوية في الطول وتزيد شوية في العرض دير دوران الصدر تقسيم 4 ونزيد لها 4 سنتيم ولا 6 سنتيم الآن ما تحبي تعرض لها لعفست زيدي في العرض وفصل يعني تدير تحرف لبنتها العفست ولا يعني ديرها سنتيم كما تحبي هنا نفصل الكم ندير طريقة يعني عرفوا طريقة البطرون تاع الكم درنا في منية 30 سنتيم اول الذراع درنا 15 سنتيم تع العرض هكذا ونحبطوا بهذا المستطيل اللي هو 38 سنتيم على 15 سنتيم متر واللاقوا بين النقطتين هذي طول 38 على يعني 15 نحبطوا بالثمانية سنتيم اللي هي طول رأس الكم وندير خط هكذا نحبطوا الأسفل اللي هو تعدوارا المعسم زائد 9 ندير 10 سنتيم متر واللاقوا هذه المسافة اللي درنا بطن 8 سنتيم متر نحبطوا إلى 10 نقطة 10 سنتيم وندير هنا الخط المائل هذا اللي درناه نطلع 10 سنتيم لكي ندير هذا كالكم اللي جي بوفون يعني فيه بلي ونزيد 10 سنتيم ونحبطوا ثلاث ثلاث سنتيم ونحبطوا بهذا يعني قسم هذه المسافة 15 على 2 ونحبطوا هكذا لذلك الخط المسافة هذه النقطة ونحبطوا عادي حتى النقطة 1.8 سنتيم هذه المسافة اللي نحن ندير ها يعني كش كش أو لي بلي ونكملنا الكم بطران لكم التعنا نقص عادي تبعوا كامل هذه الخط الرسمة التي رسمنا لكم يعني هذا هذه النتيجة نمر هنا طريقة لكي نخدم الكول وهذه نخرج بها 7 سنتيم هي الكول نجو نلق الكتف الخلف مع الكتف تاع الأمام هنا هذه القطعة لها من خلف وصلنا على هذه قطعة تاع الرقابة هنا نحسب هذه الرقبة تاع الخلف نزيد ها تاع الأمام هذا عمق الرقابات على الأمام اللي هفض ب 7 سنتيم تحصل على 19 سنتيم هذه 19 سنتيم هي المسافة اللي سنفصل بها الكول يعني لقوا الكتف مع الكتف وحسب يعني هذه نصف دائرة الرقبة هنا هنا نجو نجو ندير 19 سنتيم على 7 سنتيم هكذا هكذا خدمه استطيل هو 19 على 7 سنتيم سنتيم هكذا نحن على هذا المستدل نطلع ب 2 سنتيم ونخرج بخط من هذه النقطة 2 سنتيم نخرج بخط مائل يعني ميل المستارة وديروا هذا الخط المائل نقسم هذه المسافة على 2 20 سنتيم على 2 ونجو من هذه 2 سنتيم وديروا هذا يعني تقريبا دوارا هذا الشكل تربطوا يعني القسم هذه مسافة 19 سنتيم على 2 و يعني وربطوا بيناتهم و يعني من فوق كما ركو تشوفوا ثانيك نربطوا هذه 5 سنتيم متر مع يعني هذا 3 سبعة سنتيم متر بهذا الشكل وهنا نقسم هذه مسافة 19 لاثف خطرات مثل مسافة يعني ونضيروا خط هكذا نضيروا خط كما ركو تشوف باش نقصوا هذه الخطوط باش نوسعوا نضيروا دوارا يعني هذا الكوليج ندور متسع يعني من رقابة ونقصوا هذا الشكل اللي حصن عليه بتاع الكول هذه الطريقة تعال يعني رائعة دور لكم جيت رقابة لكم شكل رائع للعبست ها 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 قصينا شوفوا هذا هو الكول شوفون يركب هذا هو والخراج من الخلف شوفوا هذا هو الشكل بتاع الكول يعني قبل نشطوه على أربعة نفصل هذا الشكل هنا نقص هذه نقص كما راكم تشوفوا باش نحط على القماش يعني نوسع ها 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 ندير هذا يعني الدور ها تقريبا ثني سنتيم مسافة بين هذا المسافة اللي قطعناها خلو ثني سنتيم ثني الكل يعني دائري والآن نمر طريقة التفصيل على القماش هذا قماش سكاي يعني راه يدير كل واحد كوش يبيع كل يبيع 75 ألف عفوا كل يبيع يعني 65 كل واحد يبيع 90 يعني كل منطقة وكيف يبيع فيها المهم نطور القماش على الثنين نجيب الباترون الخلف هو هذا قطعنا له تعرق هذا نفصل نفصل الخلف بين الثنين نجيب واحد سنتيم دائما للخياطة أنا ندير وسط بدون خياطة جهة الخلف ونقصوها عادي كما راكم تشوفوا تبقى القطع يعني قطع الثنية الخلف ولا نفصلوها ندير بالأمان يعني نميز القماش بشيك فينا على حسب يعني هذا القطع اللي رمع عننا نحط هذا القطع قطع قطع القطع الثنين يعني يجو من الداخل وثنين يجو من الواجهة يعني تاع هذه لابست نمر هذيك القطع الثنية الخلف ونفصلوها هاكذا ضوثان نقوم على الثنين عندنا وسط بدون خياطة فوتو كامل يعني بواحد سنتيمتر ونقصوه يعني كيكون عندكم الباترون جيكم سهلة تفصيل مظلوش تحسبو يعني تحطوا مرك وتفصلو نجو هذي القطع ثانك نفصلوها نحطو هكذا الفاترون ندروا واحد واحد كامل سنتيم ونقصوها عادي هكذا هاي بتلكم اللي تحب توسع البنتها يعني تعبر لها وتكبر في المقاس هذا دي نفس الخطوة نقص تفصيل نفس الطريقة نفس يعني تزيد الغير في المقاس واحد سنتيم ولا ثنين سنتيم للإتساع وديرها دوران يعني الصدر تحق وتخدم عادي والطول اللي راي يحب تعبر لها الطول اللي راي حب ودير لها نجو هنا نفصل الكول ركز هنا شوف هنا عندنا وسط بدون خياطة نضع هذا على يعني أربعة على ثنين ثم على أربعة ندير هنا وسط بدون خياطة نحاول نفتح هذه الفتحة اللي قصيناهم تقريبا اثنين سنتيمتر وندير شكل دائري ندير هذا البطرون هنا وسط بدون خياطة نحكم القلم ونفت عليه يعني بواحد سنتيمتر هذا الشكل يعني قرجنا دائري نحكم ونقص هذا الرسم اللي أرصبناه نحو البطرون يعني هذا الكل يعني يخرج الشكل رائع ما شاء الله يكون يعني أعجبكم يعني وجاكم يعني سهل شوفوا الشكل كيف يخرج يعني يخرج رائع يعني بان باللي كول هنا نمر نفصل الأكمام طرق وماش على اثنين ثم هكذا هكذا نجيبو البطرون تعنا تعالكم ونفصل ونفصله يعني عادي خلو تقريبا 2 سنتيمتر تع يعني الكفة حكمه بليزي بانج ديره هنا وسط بيد خياطة ونفصله حده دايما نرسمه ونقصه بواحد سنتيمتر طبعا وتكامل عليه واحد سنتيمتر تعال الخياطة هكذا ونكمل القص ونتحصلنا على زوجين من الأكمام هذا هو الشكل جو من جهت الأمام نحو نخلو بواحد سنتيمتر هكذا ونكملنا الأكمام يبقى أنه نفصله لأدبلر هذا هو نجلبه هذا يعني هذا لأدبلر تقريبا 1 نصف لا 20 متر أحسن يعني الأكمام ومع الأكمام والخلف والأمام 20 متر تال لأدبلر نحط هذه القطع التي فصلنا منها زوج تعال سكاي ونفصل منها زوج تعال لأدبلر قطع تعال الأمام التي فصلنا بعضها بعض يعني قسمناها على 2 يعني هذه الجهة فصلنا بالسكاي الجهة تعال الكول فصلنا بالسكاي وهذه القطع نفصلوها بلأدبلر من بعد خيطهم مع بعض لقوهم باش نفصل يعني يخرجنا لأدبلر تعال يعني تال أمام هذا الشكل ونقصوه جيبوا الخلف كذلك ونفصلو لأدبلر نطول لأدبلر على ثنين ونفصلو نفس يعني بالشكل يعني منزلو شبحت سنتيم لأنا زايد ها فسكاي هذي كي هيا ذا كوا الحساب باش جينا كيف كيف نحو هذك البطرون باش تباني لكم هذي هي يعني ديروا قطعة نفسها بتاع الخلف حكم بايزي فانك بما يعني ما يعرب الناش ما يزلج لا دبلر شوية يزلج هو نقص على حساب قطعة الخلف يعني ما حبيش نقص لكم خلي تطويل فيديو باش تفهمو تشوفو كامل يعني ال ما نقص لكم حتى حاجة خلي لكم كلش في الفيديو المهم جو نفصل هذي القطعات على فوق على الخلف نطوق ماش دائما على اثنين ونحط هذي قطعات هذ هي ونفصل ها فصل ها على حساب هذي قطعات اسكاي اللي فصل نها وتكامل يعني وتكامل على هذا شكل الخلف هكذا بالمقص هكذا ها هنا هيا خلوهم هذا هو تعالخلف يعني زوج قطع قطع مسكاي ولادبلار يعني التبطين قدنا نجيب الأكمام ضو على القواش على أربعة كما نقدر نقص تقريبا من 2 سنتيمتر يعني نقص طول تعال القوم هذا 2 سنتيمتر باش يجينا الخياطة للداخل ما يبني ناش للبلور من جيت يعني القوم نقص ذيك العشرة سنتيمتر التاع الكشكش اللي درناها هاي هنا يا خلينا 2 سنتيمتر وحددنا كامل عليه ونقص الادبلور هذا هذا هو الشكل بتاع بعد ما فصل نقص ذيك العشرة سنتيمتر تحب تنقص ها قبل ما تفصل نقص ها يعني أنا فصل نسيت ها ونقص ذيك العشرة سنتيمتر اللي هي تاع اللي اللي نديروهم يعني ما نديروش عدو بلور كي من هكذا نديرو هذه القطعة تاع سكايش باش نخدم الجيب نديرو العرض التاحة يعني ثمانية سنتيمتر طول حوالي 15 سنتيمتر نديرو هذك لادو بلور تاع الجيب يعني باش تدير يعني طفلة يدها هذا الموديل تقديرو تفصل للاولاد والبانات يعني للاولاد ديرو الجرار هذه السحة ديروها من جهة اليسار وللابانات ديروه من جهة اليمين بركي تبدل في القوم ما تديروش هذه الزيادة تعال القوم اللي درناها تعال هذه الكاشكاشة نحوها فصلوا عادي القوم طلتاكم تحو معادي وخيطها المعادي للاولاد عادي نفس الطريقة وهنا نقولك منها طريقة التفصيل ونتقل في طريقة الخياطة والسلام عليكم